اشتركوا في القناة فجراً للحياة سعيداً وقائداً تبتل جناد رشيداً في هذا البرنامج أستعرض معكم مجموعة نماذج طورتها لكم من أجل أن نوسط ونعمق علم القيادة الحديث لكن مع تطبيقات ولأول مرة من السيرة النبوية وكنت حدثتكم عن النموذج الأول الذي فيه تعريف القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف وعملت لكم نموذج كامل لأجل القدرة والتحريك والأتباع والهدف بكل تفصيله ثم انتقلت معكم إلى نماذج الآن لاستكشاف والتدريب على القيادة أبدأ بنموذج الاستكشاف نموذج الاستكشاف الأساس فيه هو أن نبحث عن علامات القيادة ما هي العلامات التي لو وجدناها في إنسان في طفل أو شاب أو فتاة أو موظف نستطيع أن نقول هذا فرصة للقيادة أعلى من غيره عندنا هذه العلامات هذا حديثي معكم في هذه الحلقة في الحلقة الماضية وأيضا في الحلقة القادمة نكمل حديثنا عن نموذج الاستكشاف وفي نموذج الاستكشاف سنتكلم عن ما نبحث وكيف نبحث كذلك بعد أن ننتهي من نموذج الاستكشاف أحدثكم عن الحلقات القادمة ماذا سيكون فيها سنتحدث عن التربية القيادية نموذج التربية القيادية كيف نربي على القيادة وهذا لعلها تهم المربين بشكل عام بالذات أولياء الأمور لكن حتى أصحاب الشركات والمدراء الذين يريدوا أن يربوا من حولهم ليكونوا قيادين فسيهمهم هذا النموذج إذا انتهينا من ذلك سأنطلق معكم بعد ذلك ونأخذ نموذج التدريب على القيادة العامة كيف ندرب على القيادة العامة هذه ليست كل نماذجنا هذه النماذج الرئيسية بعدها سنتكلم قليلا عن القيادة التخصصية وسنتكلم عن البيئة المحيطة بعملية القيادة سميتها البيئة المحفزة للقيادة وأخيرا سنتحدث عن القيادة الأخلاقية فهذا أين وصلنا وإلى أين نتجه إذن نحن الآن في حلقة تتعلق بنموذج استكشاف القيادة دعوني أذكركم أين وصلنا في استكشاف القيادة مرة أخرى نموذجنا يبدأ بعلامات القيادة ومع علامات القيادة سأعطيكم العلامات الرئيسية والتفصيلية التي سميتها عن ماذا نبحث نبدأ بالعلامة الأولى التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية وهي القدرة على التحليل علامة القدرة على التحليل عما نبحث عندما نحاول أن نرى هل هذا الإنسان فيه القدرة على التحليل نبحث عن إنسان عنده أسئلة ذكية يطرح أسئلة ذكية وكذلك يطرح تعليقات ذكية عنده قدرة على الفهم السريع وكذلك هذا الإنسان عنده توقعات جيدة لما سيحدث وفعلا معظم الأحيان ليس بضرورة كلها تحدث هذه التوقعات إذن هذه هي القدرة على التحليل هذه هي علامتنا الأولى العلامة الثانية التي بدأت بها بالحلقة الماضية هي أخذ المبادرات قبل أن أدخل في تفاصيلها أخذ المبادرات واضح أن الذي يبادر هذا إنسان قيادي وهذه العلامة تظهر حتى في الصغار وقد وجدت فيلما لطيفا هو من إنتاج هندي الموضوع على اليوتيوب فهذا الفيلم يلخص لنا أخذ المبادرات وسترون من خلال هذا الفيلم سترون أن فعلا أخذ المبادرات هي التي تحرك الناس ما هي القيادة تحريك الناس نحو الهدف الفيلم يدور حول حادثة صارت في الهند عبارة عن شجرة ضخمة جدا سقطت في شارع رئيسي عطلت السير وعطلت المدارس وكان الجو عواصف فكان أثناء الانتظار والناس ما هي قادرة تتصرف نزلت الأمطار ما هو الحل؟ دعونا نرى هذا الفيلم اللطيف مع فيلم الشجرة موسيقى 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 سر، اپك لئے اس بار کار کا انتظام کیا ہے سر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك علامات للمبادرات فمن العلامات التي تحدثنا عنها سابقا علامة ان الانسان يطرح مشاريع علامة ثانية طرحناها سابقا وهي علامة ان انسان يطرح افكار جديدة علامة ثالثة نضيفها هذه الحلقة وهي ادارة المجموعات الذي يبادر لتقسيم الناس الى مجموعات الذي يبادر الى ادارة احدى هذه المجموعات هذا علامة اخذ مبادرات وبالتالي علامة من علامات القيادة نجدها في السيرة النبوية حيث ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم الصحابة الى مجموعات للحراسة ومجموعات للمقاومة متى عندما كان يحمي الخندق في معركة الخندق فمجموعات لحراسة الخندق مجموعات لمقاومة كل من يريد ان يعبر الخندق يخترق الخندق حتى انهم استمروا ذات يوم من السحر في جوف الليل الى جوف الليل في اليوم الثاني فوتوا على المسلمين الصلوات اربع صلوات فاتت المسلمين صلوها مع بعضها يقضونها لعجزهم عن التوقف لحظة واحدة اثناء الاشتباك المباشر في القتال الذي كان في الخندق استطاع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه مع مجموعة من الصحابة ان يصدوا محاولة اكرمة ابن ابي جهل اكرمة رضي الله عنه كان في ذاك الوقت ما زال مشركا مع المشركين الذين يهاجمون المسلمين في الخندق بل اكثر من هذا ظهرت بطولة علي شاب صغير في ذاك الوقت عمره حوالي عشرين سنة اقل من عشرين سنة حتى تصدى لبطل قريش عمر ابن ود انا تأملت في سيرة علي لم اجد موقف بطولي بل تأمل في سيرة كل ابطال المسلمين لم اجد موقف بطولي اعظم من قتل علي لعمر ابن ود هذا عمر ابن عبد ود هذا كان يعد بألف مقاتل لما عبر الخندق نبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم له الكل رفاض الكل خايف ما في ولا صحابي حتى تقدم الوحيد الذي تقدم ثلاث مرات كان علي ابن ابي طالب هذه شجاعة ومبادرة في نفس الوقت كانت هناك مجموعة اخرى من الانصار تقوم بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في كل ليلة على رأس هذه المجموعة كان عباد ابن بشر كان الرسول عليه وسلم قسم اعمال الحفر حفر الخندق بين الصحابة كان كل اربعين ذراع الذراع اللي هو نص متر كان يعطى يعني كل عشرين متر لعشرة من الصحابة ووكل بكل جانب من جوانب الخندق جماعة يحفرون قسم النبي صلى الله عليه وسلم واجبات الحراسة للموضع بنفسه بحيث تستمر الحراسة على كل شبر من الخندق ليلا ونهارا ثم انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بمهمة الاشراف العام على الجند وتشجيعهم ورفع معنوياتهم اثناء حفر الخندق واثناء حراسة الخندق كلها مبادرات من النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرات من الصحابة الذين معه هذه علامة قيادة الذين الذين يقسم المجموعات يجير المجموعات هذه علامة قيادة علامة اخرى من خلال نموذجنا في استكشاف القادة قلنا اخذ المبادرات علامة اخرى هي تأسيس المنظمات كلمة منظمة كلمة منظمة قد تكون جمعية جماعة حزب فريق شركة كلها هذه علامة هذه علامة رئيسية اذا القدرة على تأسيس منظمات هي من المؤشرات المهمة جدا وهي علامة على اخذ المبادرات التي هي علامة رئيسية على القيادة فتأسيس المنظمات تدل على اهتمام الشخص بعمل جماعي عنده هذا الشخص قدرة على الادارة التمويل الاطلاع الاستقلال المالي مؤشرات كثيرة كلها تدل على قدرة امتلاك القدرة على ادارة الناس ادارة الافراد اتخاذ القرارات امتلاك الخبرات الادارية احيانا حتى القانونية هل حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل في احد اسس مجموعة غير النبي صلى الله عليه وسلم سؤال اعجب من هذا هل هناك من اسس جماعة اسلامية غير جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب نعم نعم عجيب هناك جماعة اسلامية ظهرت في ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن خاضعة لادارة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقودها شخص آخر قصة أبي بصير بعد الفاصل إن شاء الله حياكم الله مرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية وأنا معكم متسلسل في نماذج القيادة وقد بدأنا في الحديث عن نموذج استكشاف القادة كيف نستكشف القادة وعطيناكم شوية علامات لاستكشاف القادة وتوقفنا عند علامة رئيسية هي تأسيس المنظمات تأسيس المنظمات تدل على أخذ المبادرات أخذ المبادرات هي أحد العلامات الرئيسية للقيادة ذكرت لكم قبل الفاصل عن إشارة إلى قصة عجيبة جدا حدثت في السيرة نتج عنها شيء عجيب نتج عنها تأسيس جماعة إسلامية غير جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم لها قيادة غير قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة عجيبة ثابتة في كل كتب السيرة هي قصة أبي بصير رضي الله عنه القصة عجيبة جدا تبدأ مع صلح الحديبية لما تعرفون المسلمين كانوا في قتال مستمر مع المشركين بدور أحد الخندق بعد الخندق في سنة ستة هجرية صار صلح الحديبية من شروط صلح الحديبية أن هدنة ما في قتال عشر سنوات سلام أمان عشر سنوات لكن من الشروط التي كانت أن أي شخص مسلم من مكة يذهب إلى المدينة لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع لمكة بينما أي واحد مسلم يرتد ويذهب إلى مكة أهل مكة غير ملزمين بإرجاعه وحدثت بسبب هذا قصص كثيرة منها قصة أبي جندل هذا موضوع آخر الآن نتكلم عن قصة أبي بصير أبو بصير رضي الله عنه واحد من المسلمين اللي كانوا في مكة وكان أسلم ومنعوه كفار مكة من الذهاب إلى المدينة حدث صلح الحديبية استطاع أبو بصير أن يفك قيوده ويهرب هرب من مكة إلى المدينة قريش فورا أرسلت وراءه اثنين عشان يرجعونا ما استطاعوا يلحقوه ظلوا وراه وهو يركض وهو مستمر في الهرب منهم إلى أن وصل إلى المدينة من مكة هارب إلى المدينة ودخل المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وإذ أبو بصير قادم قال يا رسول الله جئتك مهاجرا الآن حسب العقد ممنوع أحد يهاجر من مكة فورا بعد دخوله ولا الاثنين اللي يلحقونا داخلين قالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك ترجع لنا فقال نعم رجع لكم فأبو بصير ما هم صدق بعد كل هذا العناء وهذا التعب وصل إلى المدينة وصل إلى المسلمين الآن يرجعونا فقال يا رسول الله تعيدني إليهم يفتنوني في ديني قال هذا العهد اللي بيني وينهم لعل الله يجد لك وأمثالك مخرجة قال يا رسول الله يفتنوني في ديني بدأوا الصحابة يبكون يعني واحد مسلم سيفتن في دينه يرجعونا قال لا لعل الله يجد لك مخرجة فسلم للاثنين أخذوه الاثنين ورجعوا معه إلى مكة في الطريق إلى مكة توقفوا تحت شجرة قصة طويلة خلاصتها أنه استطاع أن يسرق سيف واحد منهم وقتله الثاني لما شاف بصير بطل من الأبطال العسكريين شاف هذا قتل صاحب قال أكيد الموت جايني بدأ يهرب أين يذهب هم الآن خرجوا من المدينة أقرب مكان لهم هو المدينة المنورة وليس مكة فهذا المشرك رجع للمدينة وأبو بصير وراه يريد أن يقتله ظل هذا المشرك يجري وأبو بصير وراه إله وين يذهب راح المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جالس في المسجد وإذ هذا الرجل داخل رآه النبي صلى الله عليه وسلم شوفه أيضا بقدرة على التحليل قال لقد رأى هذا الرجل فزعا شاف شي خوف فعلا دخل ولا وراه أبو بصير بالسيف يريد أن يقتله فمسكوا المسلمين المشرك قال له يا محمد سلمنا إياه سلمنا أبو بصير أبو بصير قال لحظة أنت سلمتني لهم أهم اللي ضيعوني أنا ما ليشغل فيك الآن تكلم مع رفوها سلم قال أنت سلمتني أنا حر الآن ما حاجة تحكم فيني أنت سويت اللي عليك تركني ما تسلمني مرة ثانية سلمتني مرة انتهت فالنبي صح سلمت تعجب إيش هذا فقال محش حرب لو كان معه رجال وفي رواية أخرى مسعر حرب لو كان معه رجال هذا ليس تعليقا هذا التوجيه مبطن هذا تعليقات ذكية يعني أنا سلمتكم إياه يا أبا بصير روح اشعل الحرب على قريش بدون ما تكون تحت إمرتي أنا سلمتك المشر قال سلمني قال أنا سلمتك أنت اللي ضيعته عراضي أخذ ببصير قال لا أتبحك فالآن أبو بصير صار حر له مع قريش وله خاضع للرسول عليه السلام وكلمة الرسول عليه السلام ترن في راسه محش حرب لو كان معه رجال مسعر حرب يشعر حرب كاملة فكر أبو بصير وين يروح ما يقدر يروح مكة ولا يقدر يبقى في المدينة قال يا رسول الله تركني في المدينة قال لا ما يقدر هذا مخالفة للعهد تخرج من المدينة قال إذا ما أرجع مكة قال لا أنت أحر أنا ما علي شغل فيك ذهب أبو بصير إلى الساحل بين مكة والمدينة تعرفون في الساحل في الحجاز هناك قريب منها مجموعة جبال ضخمة جدا فذهب إلى كهف في داخل الجبال اللي على ساحل البحر الأحمر وخلاص صار مستقل له خاضع للرسول صلى الله عليه وسلم وله رجع للكفار في قريش وصلت الأخبار إلى المسلمين اللي كانوا في مكة ما هم قادرين يهاجرون لأن صلح الحديبية يمنعهم قاموا فروا وذهبوا إلى أبي بصير بدوا يتجمعون عند أبي بصير في الساحل شكلوا مجموعة جديدة شكلوا حسب الاصطلاحات منظمة جديدة اسمها منظمة أبي بصير العسكرية منظمة أبي بصير هذه بدأت بعدات قليلة وصل عددهم إلى سبعين في بعض الروايات يوصلونهم إلى ثلاثمائة رجل كلهم معاهم سلاح ما هم خاضعين لأحد ماذا فعلت هذه المجموعة بدأت تهجم على قواف القريش قواف القريش اللي رايح من مكة إلى الشام الآن آمنة كان في السابق المسلمين هم اللي يمنعوها الآن بينهم بين المسلمين في المدينة حلف لكن ما بينهم أو هدنة ما بينهم بين أبو بصير هدنة فقام أبو بصير جماعته يهجمون على قواف القريش مع ازديات قوتهم ولا قافلة القريش تمر ولا قافلة قريش أرسلت وكدا إلى المدينة قالت يا محمد جماعتك مسلمين قال أنا ما ليش هذه جماعة ثانية قالوا نقاتلهم قال قاتلهم أنا ما أنا بيني بينكم هدنة هذه مجموعة أخرى منظمة يقودها و بصير أنا ما أقودها شو الشي العجيب المهم في نهاية القصة أن توقفت تجارة قريش بالكامل وتوقف الطعام عن قريش قريش ما فيها مكة ما فيها أكل حتى الطعام توقف عن مكة كادت مكة عن تهلك كادت مكة تهلك فعندها أرسلوا إلى أرسلوا جيش إلى بصير رفضي قاتله استعمل حرب عصابات فقط لما يأتي جيش ما يقاتلهم لما تأتي قوافل يهجم عليها جنة قريش أسقط في يد قريش أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تترجاه نرجوك تلغي هذا الشرط اللي في الحديبية أي واحد يسلم يجيك خلصونا من ببصير فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى أبي بصير يقول فيها إذا جاءتك رسالتي هذه فتعال أنت ومن معك خلاص انتهت الآن تنضم هذه المجموعة إلى كانت مجموعة منظمة مستقلة أبو بصير الذي أسس هذه المنظمة الذي قاد هذه المنظمة وصلته الرسالة وهو يحتضر على فراش الموت نظر إليها لا يدرون قرأها أم لا ثم وضعها على صدره ومات رضي الله عنه قاد المجموعة من بعده أبو جندل وأخذهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه مبادرة هذه قدرة قيادية إنشاء المنظمات إذن هذه علامة رئيسية أخذ المبادرات ومن خلالها تأسيس المنظمات علامة أخيرة من علامات أخذ المبادرات عن ماذا نبحث نبحث عن إبداع الإبداع هو الإتيام بجديد فكرة جديدة مشروع جديد اختراع جديد طريقة إدارة جديدة أي واحد يفعل هذا هذا يشير إلى أنه من أصحاب المبادرات ليس بالضرورة أن يكون قياديا لكنها أحدى العلامات التي لو تجمعت مع علامات أخرى تعطينا إشارة إلى القيادة والإبداع يظهر في الإسلام يظهر هذا في التجديد بشكل واضح في غزوة الأحزاب التي حدثت في شوال في السنة الرابعة للهجرة سميت غزوة الخندق لماذا؟ لأجل الخندق الذي حفره المسلمون حفروا في المنطقة المكشوفة شمال المدينة أمام الأحزاب التي جاءت تغزو المدينة فكرة الخندق هذه فكرة إبداعية أشار بها سلمان رضي الله عنه يذكر أصحاب المغازي الذين يرغون سير غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان رضي الله عنه للنبي إذا كنا بفارس إذا إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا؟ ما يعرفها فكرة جديدة ما يعرفها فبدأ يشرحها ويشرح تفاصيلها النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا القيادة الحكيمة الآن مبادرة من تابع من أتباعه لكنها مبادرة صح ففورا النبي صلى الله عليه وسلم تبناها وأمر بحفر الخندق حول المدينة وعمل صلى الله عليه وسلم فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين أن يعملوا فسارعوا إلى العمل معه حتى فرغوا من هذا الخندق علامة عجيبة خندق لما وصل أبو سفيان والجيش اللي معاه ماذا قالوا شافوا هذا دليل على الإبداع ماذا قال أبو سفيان لما رأى الخندق قال هذه حيلة لا تعرفها العرب فعلا لا تعرفها شيء جديد على العرب الإبداع ليس بالضرورة أن يكون إبداع على مستوى العالم يكفي أن يكون إبداع على مستوى عملك شريكتك منظمتك بلدك يكفي هذا وهذا كان واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علامة ثالثة سأحدثكم عنها من علامات القيادة في لحظات بعد الفاصل لك في رسول الله أحسن قسوة قد صاد فجرا للحياة سعيدا وإذن تبتل جناد رشيدا أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية وحديثي معكم عن علم القيادة ونحن في مرحلة استكشاف القادة كيف نعرف علامات القيادة أحدثتكم عن علامتين رئيسيتين من علامات القيادة نذكركم بها من خلال نموذجنا استكشاف القادة تحدثنا عن القدرة على التحليل وتحدثنا عن أخذ المبادرة علامة ثالثة التي تدل على القيادة هي علامة الشجاعة هذه العلامة من العلامات التي عليها إجماع بين علماء القيادة علامات الأخرى بعضهم ذكرها بعضهم لم يذكرها هذه العلامة الكل ذكرها واضح أن الشجاعة هي من علامات القيادة يقول الإمام الجاحل لأديب المعروف الشجاعة هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك وثبات الجأش إن الإنسان ما يهتز وقت الخوف ويقول المناوي هي الإقدام الإختياري على مخاوف نافعة في غير مبالاة إذن اللي يقدم مجبر هذا ما هو شجاع والذي يقدم على شيء ضار هذا ما هو شجاع والذي يتردد هذا ما هو شجاع أنا ألخصها وأقول الشجاعة هي أن تصمد رغم الخوف باختصار الإنسان خايف ومع ذلك يستمر إذن ليست الشجاعة عدم الخوف الشجاعة هي في ثبات القلب قبل ثبات الجسد عند الخوف يعني واحد خايف ومع ذلك صامد في بعض الناس يظن أن الشجاعة أن الواحد ما يخاف هو الأبطال ما يخافه حتى الأبطال يخافه لكن الفرق أنه يخاف ويستمر يخاف ويقدم أما الجبان أول ما يخاف يهرب فالكل يخاف ما في إنسان ما يخاف سيدنا موسى عليه السلام ذكر عنه القرآن عدة مرات فأوجس في نفسه خيفة موسى وغيرها وغيرها من الآيات التي تدل على الخوف يحدث للجميع لكن الفرق أن الشجاعة رغم الخوف يصمد ويستمر بينما الجبان في لحظة خوف يهرب إذن هي فضيلة بين التهور التهور هذا ليس الشجاعة هذه رذيلة إن الإنسان يقدم بدون ما يحسبها هذا التهور يقدم بدون أي حساب وبين الجبن اللي هو التردد والهرب يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار فإذن ممنوع تلتفت تعطي ظهرك ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الشجاع القائد الشجاع يتميز بأمور أولا أن الشجاعة هي أصل لكل فضيلة هي أصل النجدة مساعدة الإنسان الذي يعني في بعض الآن في العلم في شيء يسمونه باي ستاندرد أفكتز زين يعني الإنسان يمر على إنسان محتاج إنسان مظلوم إنسان أحيانا يسرق أو ساقط في الأرض مغمى عليه الآن في ظاهرة ما حد يساعده بينما صاحب الشجاعة عنده نجدة النجدة هي مساعدة المحتاجين عندهم مرؤة عنده نخوة هذه أصل كذلك الشجاع يحبه كل الخلق ويهابه حتى الأعداء الناس يحب الشجعان ويكره الجبناء الشجاع القائد الشجاع درع لأمة صون للأمة بدون الشجاع هذه الأمة تكون خوارة وتخضع لأعدائها الشجاعة تكون في كثير من الأحيان هي الحاسمة في المواقف الشائكة رأينا هذا هؤلاء الشباب الأبطال الذين قدموا أنفسهم تضحيات بدون تردد هذه شجاعة شجاعة لولا هؤلاء ما زالت طغيان ولبقية الأمة في خنوع كيف نعرف الشجاعة نعود إلى نموذجنا حتى نتعرف على الشجاعة علامات الشجاعة التفصيلية في نموذجنا في نموذج الاستكشاف قلنا أن علامة رئيسية العلامة الثالثة هي الشجاعة عما نبحث ونحن نبحث عن الشجاعة عن ماذا نبحث كيف أعرف أن هذا الإنسان شجاع هناك علامات تفصيلية أولها مواقف فيها خوف مواقف الخوف مواقف مخيفة مثل الثبات في الحرب الشجاعة في الحروب هناك ثلاث أنواع عند التقاء الجمعين وزحف الجيشين هذه أول شيء من يتردد من يقدم من الأول هذه علامة كذلك إذا نشب القتال ولم يدري أحد منهم من أين يأتيه الموت فيظل ثابت ما ينهزم ما يتردد هذا إذن أثناء المعركة إذن قبل المعركة في بدايتها من الذي يقدم أثناء المعركة أو أثناء الخوف يظل صامد وإذا انهزم الجيش أو انهرب الناس فيقوي قلوب أصحاب للثبات المعركة بثباته هو الذي يثبت عندما يهرب الناس هو الذي يعيد الناس هو الشجاع فيهم إذن هذه ثلاث مواقف رئيسية يقول أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم على فرس هذه لها قصة أنه يوم من الأيام في قبيلة غادرة هجمت على أطراف المدينة وقتلت أحد المزارعين وأخذت بعض الإبل وبعض الغنائم وهربت فالمزارعين الآخرين صرخوا الناس إلى أن هذا بالليل إلى أن تصحى من نومها وتلبس لبس الحرب وتصعد على الخيول ولا الإبل وتلحق فترة طويلة في هذه الأثناء بينما الناس تستعد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج ورجع شاف الأخبار وجدوه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي على فرس بدون سرج ما أنتظر حتى يسرج وبدون درع بدون شيء ركب على الفرس وانطلق يشوف من الخبر هذه النجدة هذه الشجاعة من مثل هذه الشجاعة ثم جهز الجيش وبدأ يتابع الكفار إلى أن أرجع منهم الغنائم هذه التي أخذوها فكان قد سبقهم هذا هذه إحدى العلامات وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الشجاعة يشجع الناس أن يكونوا شجعانا قال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان يرفع أيدي يقول أنا أنا يا رسول الله فقال من يأخذه بحقه فأحجم الناس ترددوا حتى واحد منهم قال ما هو حقه يا رسول الله قال حق أن يقاتل به ما يستسلم ما يهرب حق أن يقاتل به حتى يعوج السيف يعني السيف يعوج وهو لا يهرب فقام سماك ابن خرشة أبو دجان رضي الله عنه قال أنا أخذه بحقه يقول فأخذه ففلق به هام المشركين يوم حنين يوم أحد وظهرت شجاعة صلى الله عليه وسلم يوم حنين حين انكشف المسلمون في أول المعركة تعرفون هزيمة فهرب الناس هربوا جميعا إلا أعداد بسيطة يقولون أقل من مئة من 12 ألف ما ثبت إلا مئة فثبت النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينادي خلي اللي معا ينادون إليّ إليّ عباد الله فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان ماسك بقلة يقودها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو يستنصر وهو يقول بدأ يصرخ صرخة مخيفة لأن أي واحد يسمعها ممكن يهجم عليه بدأ يصرخ أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك هذه الصرخة ستجلب الأعداء وليس فقط الصحابة إذا عرفوا أن هذا محمد كلهم سيهجموا عليه يقتلوه مع ذلك ما تردد يقول البراء كنا والله إذا حمر البأس نتقي به نخليه أمامنا هو الذي أمامنا نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به اللي يقف جنبه هذا الشجاع الشجاع ما كان في أحد يقف أمامه صلى الله عليه وسلم وتعلم الصحابة هذا المعنى قيل لعلي رضي الله عنه إذا جالت الخيل يعني تفكك الجيش وفزع الناس إذا جالت الخيل فأين نطلبك وإن نلقاك قال حيث تركتموني ما أفر أنا من النوع الذي لا يفر إذن هذه هي العلامة الأولى من علامات الشجاعة المواقف فيها خوف عندي فيديو صغير نص دقيقة أريد أن أريكم إياه هذه المواقف قد تكون حقيقية وقد تكون مفتعل نحن حتى في التدريب أحيانا نفتعل هذا أنا لا أنصح بذلك لكني أقول لكم أنه ممكن نفتعلها حتى نرى الناس تخاف ولا لا وإحنا في التدريب نفعل هذا أحيانا مرة أخرى لا أنصح غير الخبراء أن يفعلوه هنا سأريكم مشهد فيديو هذا من الأفلام اللي هي مضحكة لكنها عملوا موقف باختصار الموقف أن الناس في سوق قاعدين يشترون بعدين يطلبوا منهم ينتظروا أمامهم شاشة فالواحد يشوف نفسه في الشاشة لكن يشوف الشخص اللي وراه ليس بصورته الحقيقية عملية خداع ماذا سيرى؟ ما هي انفعالاته؟ دعونا نرى هذا الفيديو فضل ترجمة نانسي قنع مشهد مضحك افتعلوا موقف مخيف بالنسبة لهؤلاء الناس يظنون أن هذا اللي وراهم ملك موت وشخص وراه ما يشوفه ويشوف بداله هذا رأيته من فعالاتهم نحن نختبر مثل هذا إذن موقف خوف حقيقي أو مفتعل سيتبين فيه جرأة الناس وشجاعتها في المواقف الشجاعة ليست فقط في مواقف الخوف ليست فقط في الحروب لها طرق أخرى لقياسها وحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله لك في رسول الله أحسن قسوة قد صاغ فجراً للحياة سعيداً لك في رسول الله أحسن قسوة قد صاغ فجراً للحياة سعيداً قائداً تبتل جناد رشيداً أهلاً بكم ومرحباً مع أسرار القيادة النبوية وحديثي معكم عن العلامات التي لو وجدناها في إنسان نعرف أنه عنده فرصة ليكون قائداً أكثر من غيرها أنا دقيق هنا هي علامات هي ليست أمور يقينية بعدين قلت هي فرصة أن يكون قائد أكثر من غيرها ليست بالضرورة كل واحد فيها العلامات رح يصبح قائد فإحنا قاعدين نكستكشف العلامات طبعاً لو اكتشفناهم هؤلاء فرصة تدريبهم رح تكون أسهل والنجاح معهم رح يكون أسهل فهذه العلامات جداً جداً مهمة نعونا نرجع لنموذجنا نموذج الاستكشاف ونحن في العلامة الثالثة وهي الشجاعة الشجاعة كانت العلامة الأولى القدرة على التحليل العلامة الثانية أخذ المبادرات العلامة الثالثة الشجاعة هذه العلامة لها علامات تفصيلية حددتكم عن المواقف التي فيها خوف علامة ثانية تدل على الشجاعة ليس فقط الخوف وإنما التعبير عن الآراء بجرأة التعبير عن الرأي بقوة بجرأة هذه مسألة واضحة في القوة في الشجاعة الذي يعبر عن رأيه بقوة علامة شجاعة فرصة للقيادة أعلى الذي يخجل ويخاف على فكرة أنا أستغرب بعض الناس أشوف مثلا أبنائهم خجولين جدا ويسكتون يتركوهم لا تتركوهم علاجه وهم صغار سهل لما يكبروا تصبح صعبة فإذا انتبهوا لمثل هذه العلامات قابلة للتعديل في الصغار تعديلها في الكبار أصعب نرجع لهذه العلامة التعبير عن الآراء بجرأة طبعا ظهرت في النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وهو طفل في قصة سفره مع عمه أبي طالب لما التقى بالراهب بحيرة بحيرة الراهبة تعرفون القصة أنه تلمس مجموعة تأتي قرب صومعتا وغيمة تمشي فوقها باستمرار أكيد في شي غريب فدعاهم إلى الطعام فجاءوا يتأمل فيهم ما في شي قال تركتوا أحد قالوا تركنا صبي يحرس أغراضنا قال كيف تتركوه روح يجيبوه فجابوه شاف فيه كل العلامات فبدأ يسئله بحيرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا بحيرة راهب نصراني ما هو مشرك لكن لأنه متعود على العرب هؤلاء يروحون يأتون عليه ومتعود على كلامهم وطريقة قسمهم أراد أن يستعمل نفس القسم اللي يستعملوه فقال سألتك باللات والعزة الآن بحيرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سألتك باللات والعزة هو نصراني بس هو يستعمل نفس طريقتهم في الكلام عشان يعني يخليه يقسم فالنبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة عمره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألني باللات والعزة والله ما بغطت شيئا في حياتي بغضي لهما ما كرهت شيء في حياتي كما كرهت اللات والعزة الآن يقول هذا الكلام أمام سادة قريش أمام عم المشركين سدنة الكعبة ما يخاف ما يتردد هذا التعبير عن الرأي بجرأة يدل علامة من علامات القيادة وقد تعلم الصحابة هذا حتى أبناء الصحابة كان عندهم هذه أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة عمر كان تعرفون خليفة مهاب على فكرة عمر عملاق كان كان إذا ركب على فرس تصل رجلاه إلى الأرض هكذا عملاق فعلا يقولون إذا إذا اجتمع المسلمون برز عمر وكان مخيف يعني في مرة كان ماشي وراء مجموعة من كبار الصحابة فالتفت إليهم فارتجفوا قال ما لكم قالوا ملأت قلوبنا رهبة ملأت قلوبنا خوف قال أذلك عن جور مني هل تخافوني لأني ظالم قالوا لا قال زادني الله رهبة في قلوبكم مدام أني ظالم تخوفكم مني جيد فكان الناس كلها يخافون من عمر فيوم من الأيام اجتاز عمر رضي الله عنه بصبيان يلعبون في حارة من الحارات مجموعة من الصبيان يلعبون فلما رأوه الكبار يخافون منه فكيف الصغار فلما رأوه هربوا جميعا إلا واحد هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما فلما وصل إلى عمر قال لماذا لم تفر مع أصحابك فنظر عمر 12 سنة نظر إلى عمر رضي الله عنه قال لم يكن لي جرم فأفر منك ما فعل ذنب عشان أفر منك ولا كان الطريق ضيقا فأوسع عليك فقال عمر هذا هذا ابن أبيه طال على أبوه في القيادة هذه مسألة متكررة دخل وفد على عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس يتقدمهم غلام وفد من العرب أمامهم صبي فقال الخليفة اجلس أيها الغلام وليقم من هو أكبر منك كيف تتقدم على الباقين فقال الغلام شوفوا لما الواحد في صفات القيادة والتعبير عن الرأي بقوة ما لا علاقة بالسن فقال الغلام أصلح الله الأمير المرء بأصغريه قلبه ولسانه فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام ولو أن الأمر كما تقول يعني بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس في ناس أكبر منك سنة ليش أنت الخليفة صبي صغير عندما ترون مثل هذا في هذه الحالة هذه علامة من علامات القيادة لكن عندنا مشكلة عندنا مشكلة أن هذه العلامة الجرأة في الرأي أحيانا يصاحبها وقاحة وهذا سيجرني إلى العلامة الثالثة في نموذجنا علامة ثالثة على الشجاعة إذن المواقف التي فيها قوف التعبير عن الرأي بجرأة والعلامة الثالثة النقد النقد طبعا النقد في كثير من الأحيان يكون للأسف بأسلوب سيء أحيانا بأسلوب غير مؤدب أحيانا حتى يصل إلى أجلكم الله الوقاحة وكذلك التعبير عن الآراء فأحببت أن أدمج هذا التعليق عليهم لكن دعونا نتكلم قليلا عن النقد النقد البناء قد يعكس علامة من علامات القيادة إذا كان بشرط إذا كان الناقد لا يكتفي فقط بالنقد ما يمارس يعني يكتفي فقط بالنقد ما يمارس مع تجريح إهانة للآخرين كذلك في شيء مهم جدا انتبهوا لهذا إذا كلام نقد واعتراضات وكذا لكن هو خالي من العمل خالي من الإنجاز ففي هذه الحالة هذه علامة سيئة وليست علامة جيدة لكن الذي ينتقد وهو صاحب إنجازات صاحب تفاعل صاحب مشاركة قوية حتى لو كان عنده شيء من الوقاحة أو عدم اللياقة هذه قابلة للتعديل وذاك عندي نصيحة لمن يربي القادة نصيحة رئيسية إياكم لو سمحتم إذا رأيتم طفل شاب رجل امرأة عندهم جرأة في تعبير عن الرأي عندهم عندهم نقد شديد لكن معاه شيء من سوء الأدب أو تجاوز الحدود انتبهوا إلى شيء راقبوا هل هؤلاء لهم إنجازات هل هم مشاركين بفاعلية هل لهم عطاء للدولة للبلد للمنظمة للشركة للجماعة للكلية التي يعملوا فيها إذا كانوا مع النقد يعملون في هالحالة المشكلة هي ليست في القيادة المشكلة في الأدب فهؤلاء ما نقتل القيادة عندهم وإنما نعلمهم الأدب لكن إذا تجاوزت المسألة الأدب وما في شغل وما في إنجاز بس كلام فهذا هذا الذي أنا أنصح أن ننفرمل في إدخاله في التدريب القيادي إلى أن يبدأ يشارك فاعلية إذن النقد ليس كل سيء النقد يعكس عدة مهارات يعكس عدة اهتمامات منها أن الناقد ما أنتقد إلا وقد تأمل فكر في المشروع لاحظ نقاط القوة نقاط الضعف هذا يدل على ماذا هذا يدل على قدرة على التحليل يدل خبرة في التقييم تقييم تجارب تقييم مشاريع غيرها أيضا النقد يعكس وجود هم هم الإصلاح إذا كان هذا الناقد هدف الفائدة والتطوير كيف أعرف ينتقد ويعمل أيضا النقد يعبر عن المشاركة عن المبادرة عدم الإنغلاق بالذات أنا ممكن أقول الله لا يردهم ما ليشغل فيهم لكن النقد يدل على أن الإنسان عنده هم أن يصلح أن يطور طبعا هذا إذا كان النقد بناء قد يكون النقد على العكس وبالتالي ليس من علامات القيادة ما كيف أعرف إذا كان النقد فقط يهدف إلى الطعن في الآخرين تصفية الخصومات إذن لا ينتقد المواقف لا ينتقد الأفكار ينتقد الأشخاص أيضا عندما يكون النقد بديل عن العمل والمبادرة والنشاط بس كلام 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 ما فيش ظل هذا علامة سيئة ليست علامة قيادة كذلك لما يكون النقد لهدم مشاريع الآخرين لكن ما يقدم بديل ما يقدم حتى فكرة في هذه الحالة فاقد القدرة على المنافسة فاقد القدرة على المجاراة هذه كلها من علامات التي تدل على ضعف القيادة وليست قوة القيادة طيب إذن هذه علامة ثالثة تدل على الشجاعة هناك علامة رابعة تدل على الشجاعة العلامة الرابعة التي تدل على الشجاعة التأثير على الآخرين كل ما زاد تأثير الإنسان على من حوله فهي علامة على شجاعته لن يؤثر على الآخرين الخجول المتردد يؤثر الشجاع وطبعا واضحة جدا في السيرة النبوية قوة تأثير النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه كانت عظيمة جدا قدرتها على تأثير علينا بعد كل هذه القرون هائلة فما بالكم بأصحاب الذين عاشوا معه عليه أفضل الصلاة التسليم كان لهم أسوى حسنة كان لهم قدوة صالحة كان لهم مثالا يحتذا ملك عمان لما التقى بالنبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام أسلم ملك عمان أسلم على يد عمر بن العاص والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه كان لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له وأنه يغلب يغلب فلا يبطر يعني ينتصر فلا يأخذه الغرور ويغلب فلا يضجر ما ييأس ويفي بالعهد وينجز الوعد ترك التأثير هذا في كل الأمة وكل أصحابه كان شدة تأثير النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنهم لما يكونوا معاه يكونوا في حال آخر تماما يختلف عن الحال التي يكونونها لما ما يكونوا معاه وهذه مسألة واضحة كان كان الصديق رضي الله عنه سائرا في الطريق رأى حنظلة يبكي فقال له ما لك تبكي يا حنظلة قال نافق حنظلة قال له كيف أنت تنافق كيف قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن والجنة كهاتين نشعر أن نحن دخلنا الجنة لما نكون معاه فإذا تركناه عافسنا الأهل ننسى ننسى كل شيء وننسى الذي كنا معاه قال لا الصديق أنا والله أشعر كذلك يا أخي انطلق بنا إلى رسول الله فذهبوا حتى يبين لهم نبي صلى الله عليه وسلم الجواب على هذا السؤال فقال أما نحن معشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أما أنتم يا أخي فساعة وساعة طبيعي الإنسان ما يكون على الحال السامي الذي يكون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم والله لو بقيتم على الحال الذي أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة ولا زارتكم في بيوتكم انظروا درجة تأثير النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه إذن هذه علامة رئيسية هي علامة الشجاعة دعوني أنتقل معكم إلى سؤال الحلقة الذي يدور حول هذه العلامة سؤال الحلقة يقول أفضل العلامات على وجود الشخصية القيادية هي الشجاعة أم المبادرة أم القدرة على التحليل أرجو أن لا أحد يقول لي كلهم مهمين طبعا كلهم مهمين أرجو أن لا أحد يقول لي كلهم متساوين لا ليسوا متساوين هناك واحدة أهم من الأخريات تحاوروا حولها في موقع أسرار القيادة النبوية في الفيسبوك وسأعطيكم رأيي بعد ثلاث أيام إن شاء الله على كل حال دعونا كالعادة نختم بقولة جميلة لها علاقة بهذا الموضوع ولها علاقة بالشباب ودورهم في القيادة قولة من أقوال الإمام الشهيد حسن البنة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اللي فيه تبسيط للإسلام مع مفاهيم حديثة باعتدال ووسطية كتاب مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنة يوجه كلامه بالذات لفئة الشباب لأهميتهم في الأمة فيقول أساس الإيمان القلب الدكي وأساس الإخلاص الفؤاد النقي وأساس الحماسة الشعور القوي وأساس العمل العزم الفتي وهذه كلها لا تكون إلا للشباب فيا شباب تعلموا علوم القيادة يا شباب ذكورا وإناثا تدربوا على مفاهيم القيادة يا شباب اقرأوا السيرة بأعماقها لتتعلموا منها أسرار القيادة النبوية شكرا لحسن متابعتكم نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله كن قائدا تبتل جمال رشيدا يبني ويرنفع للعلاء يبني ويرنفع للعلاء بنودا لك في رسول الله أحسن أسوة قد صاد فجرا للحياة سعيدا يبني ويرنفع للعلاء بنودا ويرنفع لهم تبتل جنات رشيدا إن القيادة حكمة ومانات ويرى بها رأي الرجال سديدا ومن القيادة أن نربي سادة لا أن نربي للحياة عبيدا اشتركوا في القناة